كما تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو الملكي ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي في برقيته لأشقائه لزعماء الدول العربية والإسلامية عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية بحلول الشهر الكريم داعينا الله تعالى أن يعيده عليهم وعلى شعوبهم الشقيقة بالخير واليمن والبركات وعلى جميع شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج حول العالم بمناسبة حلول الشهر الفضيل داعينا الله أن يعيده على مصرنا الغالية بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار هذا وطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات تهنئة لحلول الشهر الكريم من كبار رجال الدولة أعربوا خلالها عن أصدق تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيبة بدوام التقدم والرقي والرخاء